بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي ندخل بيانات في الجدوة العندي عن طريق الكود. دلوقتي هنعرف ازاي نمسح البيانات اللي المستخدم دخلها عن طريق الكود برضه. طبعا احنا كلامنا هيكون عن لغة الاستعلامات الهيكلية اللي هي sql وهنا هنستخدم الجملة اللي هي delete. دي تاني جملة من الجملة اللي قلنا عليها. السنتكس بتاعها او طريق كتابتها. انا عندي دلوقتي بيانات في جدوة اللي صحة. فبقول له دي ليت. فروم اسم الجدوة. وسلم يكونوا في الاخر. هل كده بس? اه. هل كده بس? اه. ان انا بقول له. دي ليت. الكلام ده هيبقى ثابت معنا وهنستخدمه كتير جدا عشان كده بأكد عليه. فروم امسحل من اسم الجدوة بس كده. طيب نجرب مع بعض الكلام ده او نشوف الاول مسال على الموقع بعد كده نطبقه مع بعض عامل. لو هنرجع تاني الموقع بتاعنا اللي هو هنفتح هنا الجملة اللي هي بتاعة هنيجي نشوف او طريقة كتابتها. اهو عندنا دي ليت. اسم الجدوة. ده كده هيمسح لي كل البيانات اللي في الجدوة. طيب نجرب الكلام ده مع بعض عاملية. اولا بس عشان نفتكر احنا عندنا مجموعة البيانات دي موجودة في الجدوة. فانا عاوز امسح كل اللي في الجدوة ده. فهقول له طبعا لازم ااكد ان انا اكون لدينا شغال عليه. دي ليت. في الاخر او محطاش. ادوس. بيقول ان في اربع صفوف تأثروا بالله نعملها. هنيجي في الجدوة ده ونيجي نفتح تاني. اصبح عندي فاطح. طب انا كده مسحت البيانات كلها. طب في مشكلة عندي ان انا دلوقتي اا لو عاوز امسح حاجة معينة. يعني انا مش عاوز امسح البيانات كلها. انا عاوز امسح حاجة معينة. هنا هنستخدم هنخش في حاجة تانية اسمها جملة يعني بمعنى ايه الكلام ده? نركز مع بعض كده. انا عندي هنا في والله جدول. في مسلا اا مسلا ايه? واحد اسم محمد. واحد اسمه احمد. واحد اسمه حسن. واحد اسمه حسين. واحد اسمه علي. تمام? طبعا كل واحد زي ما احنا قلنا ليه بيانات تانية كتير. بس الاسامي دي بتاعته. طيب دلوقتي لو انا عملت دليت فروم كاستمر اللي هو اسم الجدول يعني. كده هيمسح لكل البيانات الموجود. طب نفترض المستخدم عاوز يمسح اسم علي بس. او بيانات علي بس. هعمل ايه? بزود بكتبله بقول له وير. وير يعني كاني بقول له حيسو. حيسو ان النيم. الحقل اللي اسمه النيم ده يكون بيساوي. عالي. احطها بن سنجل كوتشي. كده انا مش همسح غير بيانات المستخدم اللي اسمه علي بس. لو انا عاوز امسح بيانات كل الجدول هعمل دليت فروم اسم الجدول. كده هي فرمات للجدول كله. طب لو انا عاوز امسح حاجة واحدة بس. اقول له دليت فروم اسم الجدول وير الحقل اللي انا عاوزه. ممكن امسح مسلا المستخدم اللي رقم تليفونه خمسة خمسة. فهقول له وير ان اسم الحقل عندي مسلا فون. تكون بيكول خمسة خمسة. يبقى كده هيمسح لبيانات المستخدم للتليفون بتاعه خمسة خمسة. على حسب اسم الحقل اللي انا عاوزة. تمام? نشوف الكلام ده عامل دلوقتي. طبعا عندنا الجدول الفاضي ما فيوش بيانات فهندخل فيه شوية بيانات. يقول لي لازم تدخل رقم التليفون زي ما احنا عارفين. تمام? كده انا عندي تلات آآ اسماء لتلات عمله مختلفين. عاوز دلوقتي تمسح بيانات العميد اللي اسمه عالي لوحدة. انا هنا جربنا مرة كده يمسح لكل. لو زودت هنا لو قلت له وير ان النم ده اسم الحقل. تمام? هقول له علي. نجرب كده مع بعض. قال لي يعني في او حقل او صف واحدة قصة. هنيجي نقفل الجدول مفتاح تانا عشان نتأكد ان علي ده موجود ولا لأ? هنلاقي علي ده طار. طيب لو انا دلوقتي عاوزة امسح المستخدم اللي رقم تليفونه ستة تلاتة ستة. هقول له ان الحقل اللي هو الفون. طبعا الحقل ده بياخد الاركام بس زي ما احنا قول له ان? فاقول له وين مش هحطه بين سنجل كوتيشن بقول له ان الفون ستة تلاتة ستة. هوا عمل هلاقي ان فعلا بيقول لي في حقل في صف عندي اتأثر. هقفل الجدول مفتاح تاني. على فعلا ان ان انا مسحت بيانات المستخدم ده ولكن المرة دي بناء على رقم تليفون. طبعا الحركة دي ممكن نمسح بناء على العنوان ممكن نمسح بناء على الايدي البطاقة بتاعته ممكن نمسح بناء على اي حاجة انا عاوزها. دي اسمها الشروط عندنا في جملة آآ لغة الاستعلمات الهايكالية. اسكي يقول